رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامينئي العرض الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب على إيران والمتعلق بالدخول في حوار ثنائي غير مشروط وقال إنه لن يسمح بإجراء حوار إلا بعد تحقيق إيران القوى البطلوبة التي تمكنها من مواجهة الضغط الأمريكي وضوضائه ووصف خامينئي في لقاء شعبي التصريحات الأمريكية خلال الأشهر الستة الأخيرة ضد بلاده بالوقحة وتتنافى والحد الأدنى من أدابها الدبلوماسية التي كانت تعتمدها سابقا وتوقف عن التناقض في تصريحاتها ضد بلاده وقال فيما تتحدث عن التفاوض واحتمال مقوع الحرب لتخيف الجبناء تعلن فرض العقوبات والدعوى إلى حوار غير مشروط ثم تضع شروطا له وسأل خامينئي عن السبب الذي قد يدفع إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة طالما أنها دولة غير أمينة وتنتهك وعودها بحسب قوله وكشف خامينئي أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها واشطن الحوار على تهران ورأى أنها تريد التفاوض الذي يشبه الصفقة التجارية ويعتمد على القوة والمال هذا ولم يخفي خامينئي الظروف المعيشية الصعبة للشعب الإيراني بسبب الغلاء وانهيار العملة المحلية قائلا لا يخف أن العقوبات لم تترك تأثيرا لكن المسببات الرئيسة مرتبطة بعوامل داخلية موضحا أن سوء الإدارة وعدم التنبه إلى المشكلات زادا من الضغوط ترجمة نانسي قنقر